أهلا بكم من جديد الجديد وعلى الأرض في قطاع غزة كيف حال الخارطة السياسية اليوم مع ضيفنا الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد نضال بيك مساء الخير مساء الخير أسلام وأبدأ بفيديوهات المقاومة وفيديوهات اللي نشرها جيش الاحتلال أيضا أبدأ بمفارز الهاون التي اتدكت تحشدات قوات العدو في محاور التوغل في قطاع غزة تعقيبك على هذا النوع من الأسلحة وهذا الهدف من إرسال هذه الرسالة اليوم نعم أستاذ محمد بداية إذا ما ذهبنا كالعادة إلى النوعيات الأسلحة التي استخدمت في هذه المشاهد التي عرضت اليوم جميع أنواع الهاون استخدمت لدك تجمعات قوات الاحتلال الملفت لاحظ هنا في هذا المقطع أن وضعية مدفع الهاون الموجود هي وضعية تقريبا عمودية وليست مائلة قلنا أكثر من مرة أن الهاون يرمي قوسي وبالتالي كلما ارتفعت زاوية الرماية كلما كان الهدف أقرم بمعنى أن هذه زوايا الرمي الموجودة في هذه المقاطع تشير إلى أن العدو قريب من قوات المقاومة أو من عناصر المقاومة وبالتالي زاوية الرمي تقريبا شبه مستقيمة تشير إلى أن المقاومة قريبة من قوات العدو وبالتالي هي ترمي قوات العدو من مسافات قريبة بشكل قوسي كما نلاحظ في مدافع الهاون بس كان فيه تساؤل يعني واسع جدا فيه على أقل بين الناس نعم أنه حجم التدمير لهذه القذائف نعم قذيفة الهاون حسب عيار الهاون الهاون 81 ملي متر هناك هاون 91 واستخدم من قبل المقاومة هناك هاون 61 ملي متر قذيفة الهاون قذيفة تدميرية لدائرة نصف قطر الدائرة هذه 25 متر التأثير فيها يكون على مسافة 5 متر في دائرة 5 متر يكون التأثير فيها قاتل بينما في باقي أطراف الدائرة على 25 متر قد يكون يصيب أو يجرح أو يعيق لكن الهاون قذيفة مؤثرة والاعتماد المقاومة عليه لأنها رمي تقوسية أي ترمي من خلف ستار إلى تجمعات العدو وبالمناسبة الهاون لا يرمى على المدرعات لأنه لا يؤثر في المدرعات هو يؤثر في الآليات خفيفة تصفيح وفي التجمعات البشري وهذا وأنت تحدثت بوضوح أنه شكل وزاوية قذيفة مدفع الهاون يدلل بوضوح أن القوات قوات الاحتلال قريبة من قوات المقاومة التي تظهر في هذه البيئة تماماً وعليه جاء القصف في هذه الطريقة 100% لأنه كلما مال المدفع كلما كانت الزاوية أبعد عندما تكون مستقيم تكون الزاوية أقرب زاوية أقرب مدى أقل إذن قرب قوات الاحتلال هو دقي الواضح 100% طيب طائرتين أيضاً سكاي لارك تم الاستلع عليهم اليوم مرة أخرى ونحن نبهنا من الطائرة التي تسجل المكالمات والصوت والرسائل جولفي ستريم نعم واليوم نتحدث عن هذه الطائرة التي مرة أخرى تقع في هذه المقاومة نعم سكاي لارك هي طائرة تكتيكية تقوم ببث مقاطع إلى الوحدات الأرضية مباشرة وهي طائرة صامتة لا صوت لها تستطيع طيران لمدة 20 ساعة بالمناسبة هناك نوع آخر من السكاي سكاي لارك 2 يتم تسليحه ويمكن استخدامه نوعين تم ملاحظتهم منذ بدء العمليات في غزة سكاي لارك والكود كابتر تستخدم من قبل القطعات البرية هي طائرات تستخدم لرصد الأهداف رصد القيادات المقاومة في هذا المقطع المقاوم يقوم بفك وتركيب الطائرة المهم في كل هذا المشهد هو الصندوق الذي يظهر في المقطع وهو الصندوق الفيلمي الذي يكون موجود فيه الفيلم الذي يبثل قيمة هذا الصندوق الفيلمي الذي يحتوي على المادة الفيلمية التي تم تصويرها أثناء العملية وبالتالي تستطيع من خلال هذه المادة الفيلمية إذا تم تحليلها أن تحدد المقاومة ما هي الأهداف التي تسعى لها قوات الاحتلال أو تريد الوصول لها من خلال تصوير هذه المشاهد طالما بقي إسقاط هذه الطائرات قائما المقاومة أكثر اطلاعا على ما يدور في ذهن الاحتلال على الأقل تقدير وما يصور تماما حتى أن هذه الطائرة لا يتم إسقاطها بالتدمير إذا ما لاحظنا هو يتم إسقاطها بالتشويش لأن طائرات توجه إلكترونيا وبالتالي المقاومة تشوش عليها إلكترونيا وتقوم بالتقاط الإشارة والسيطرة على الإشارة وإنزالها على الأرض طيب استهداف إحدى دبابات المركابة في قطاع غزة آخر الفيديوهات قبل الفيديو الاحتلال آخر ما بثته قطاع المقاومة تفضل خروج المقاومة من عين النفق هذا ليس نفق هذا عين نفق لما أقول عين نفق يعني أنه نفق تكتيكي يكون موجود فقط غير موصل لباقي الأنفاق يخرج منه المقاوم يحدد السلاح ويقوم برماية ولاحظ المسافة القريبة التي قام المقاوم باستهداف دبابة المركابة من خلالها في هذا المقطع يعني على الأقل دبابة المركابة تحتوي وقلنا أكثر مرة من أربعة إذا كانت تستخدم كناقل الجنود وهي تستخدم كناقل الجنود تحمل ست جنود وإذا كانت تستخدم كدبابة هي فيها أربع عدد ما بين الرامي والسائق والإشارة وبالتالي عملية استهدافة تعني إما مقتل أو إصابة على الأقل أربع جنود في كل دبابة اليوم الإصابات كانت عالية في آليات قوات العدو أنا أعتقد أننا خلال الأيام القادمة سنشهد المزيد من الإصابات في العنصر البشري أكثر من الآليات السبب في ذلك أنه تم سحب الفرق المدرعة 36 تم سحب ألوية أخرى أيضا مدرعة سابقا وبالتالي من تبقى في الميدان هي الفرق المظليين فرقة 99 مشاة لواء كفير مشاة وفرقة واحدة مدرعة الفرقة 136 وستظهر معنا بالمناسبة هذه فرق المدرعة 162 عفوا وستظهر معنا عند توزيع القوات بعد قليل لكن بالمجمل أغلب الوحدات المتبقية في قطاع غزة هي وحدات المشاة أو المشاة تشرح على الخريطة إيش بيك تشرحه بعد إذنك حتى نقدر نحكي في الأرقام اليوم لأن الأرقام اليوم مختلفة عن باقي العيام إذا ما ذهبنا إلى الخارطة مباشرة هذه الخارطة تشير وبوضوح إلى الوحدات المتبقية يوم أمس كان لك سؤال أستاذ محمد حول من تبقى من الوحدات في قطاع غزة تكلمنا أن الفرقة المدرعة 162 هي موجودة في شمال قطاع غزة وهي ظاهر على الخارطة بالتحديد في هذه المنطقة هذه الفرقة 162 فيها ثلاث ألوية مدرعة فيها لواء إسناد لوجيستي وفيها إسنادها القياسي الهندسة والطبابة والتموين وما إلى ذلك من إسنادها القياسي وبالتالي الفرقة المدرعة 162 في شمال قطاع غزة اليوم لازلنا رغم إعلان الجانب الإسرائيلي عن السيطرة على مناطق شمال قطاع غزة إلا أن لازلنا نسمع عن عمليات في شمال قطاع غزة بالتحديد اليوم كان هناك عمليات في جبالية ويوم أمس كان في عمليات في حي الرضوان وبالتالي الرواية الإسرائيلية التي تتحدث عن شمال قطاع غزة يبدو أنها تفككت أمام هجمات المقاومة في شمال قطاع غزة التي يبدو أنها بدأت تعيد إنتاج نفسها المقاومة في شمال قطاع غزة نذهب إلى المنطقة الوسطى والتي تحدثنا عنها كثيرا وهو محور جحر الديك لبريج مخيم الصيرات المغازي اليوم كانت المغازي عبارة عن مقبرة لقوات الاحتلال حصل فيها عمليات كثيرة تم بث مقاطع كثيرة منها لكن يبدو أن عملية قطع الإنترنت والإتصالات قد أعاقت نشر الكثير من المقاطع اليوم وبالتالي في هذا المنطقة بالتحديد المنطقة الوسطى تتواجد فيها الفرقة المشاة 99 هذه الفرقة من ثلاث ألوية مشاة ولواء من الاحتياط الاستراتيجي المرتبط برئاسة الأركان وهو لواء كثير وتقاتل الفرقة بالمناسبة في مناطق الوسط لأنها تريد تقطيع أوصال قطاع غزة وبالتحديد فصل الشمال عن الجنوب حتى لا يتم أي تواصل بين عناصر المقاومة شمال وجنوب قطاع غزة نذهب إلى المنطقة الأكثر سخونة والأكثر اشتعالا وهي المنطقة الجنوبية في خان يونس بالتحديد هذه المنطقة موجودة فيها الفرقة المظليين 98 وهي تقاتل في هذه المنطقة منذ 44 يوم بالتحديد هذه الفرقة موجودة منها الثلاث ألوية مظليين ولواء كوماندوس كما هو ظاهر في التجميع للواجب على الخارطة مباشرة وبالتالي عندما نتكلم عن فرقة مظليين تقاتل في محيط خان يونس منذ 44 يوم هذه الفرقة لديها نقطة ضعف كبيرة أن جنودها غير محميين بالمدرعات لأن فرقة المظليين تقودها إما سيرات الهنفي الهمر الأمريكية أو أنها تتنقل من خلال ناقلات النمر وبالتالي الجندي يصبح عرضة أكثر للإصابة وهذا ما يفسر أن أعداد الإصابات في القوة البشرية في المنطقة الجنوبية أعلى من المنطقة الشمالية من قطاع غزة لأن الجندي في المنطقة الشمالية محمي بدبابات المركبة وبالناقلات بينما في المناطق الجنوبية في خان يونس بالتحديد هو غير محمي لأنه جندي مظلي مشاه يتنقل إما راجل أو من خلال ناقلات النمر وبمناسبة الحديث عن خان يونس اليوم نتمنى الشفاء لأحد عناصر المستشفى الميداني الأردني الذي أصيبه في مستشفى خان يونس ونتمنى السلامة لباقي كوادر ونشامة المستشفى في خان يونس وبالتالي شدة العمليات في خان يونس لا تزال مرتفعة تحاول قوات الاحتلال التوغل في خان يونس لكن أعتقد أن قوات الاحتلال أصبحت عاجزة عن الدخول اليوم بالمناسبة في خان يونس كان هناك عملية إنزال هذه عملية الإنزال الثانية المعلنة والمصورة الاحتلال يتحدث اليوم عن خمس عمليات إنزال وبالتالي عندما نتحدث عن عملية إنزال بطائرات سي ون ثيرتي وتم إنزال تقريبا وحسب ما أعلنت المصادر الإسرائيلية 16 طن من المعدات والمواد والمواد الإمداد اللوجستي في محيط خان يونس هذا يفسر ويعزز ما تكلمنا عنه من نبض البلد أن معركة خان يونس لغاية اليوم بعد 44 يوم من القتال في محيط خان يونس هي معركة خطوط إمداد بمعنى أن قوات الاحتلال لم تستطع لغاية الآن إمداد قواتها الموجودة في محيط خان يونس فاضطرت مرغمة لاستخدام الإنزال الجوي في العرف العسكري الإنزال الجوي له محاذير كبيرة في منطقة صراع مثل خان يونس لا يمكن الإنزال إلا إذا كانت القوات مضطرة في حالتين فقط الحالة الأولى إما أن تكون القوات محاصرة أو أن تكون خطوط الإمداد طويلة أو أن تكون خطوط الإمداد مقطوعة وبالتالي في كل الثلاث حالات عملية الإنزال مؤشر كبير تدعم خيار أن المقاومة تتفوق في خان يونس على حساب قوات الاحتلال فأنت برأيك أن القوة التي يتم إنزال جوي لها هي في حالتين الأولى هي أنها محاصرة من قبل المقاومة لا يمكن الوصول لها أو أن طرق إمدادها طويلة أو مقطوعة لذلك يتم اللجوء للإنزال الجوي تمام وهذا الإنزال الخامس هذا الإنزال الخامس وبالتالي عندما نقول وكله تركز في المنطقة الجنوبية تركز في المنطقة الجنوبية الآن الانتقادات كانت كبيرة جدا من قبل المواقع الإسرائيلية لهذه العملية موقع ولا اليوم العبري تكلم بسخرية عن عملية الإنزال قال أن جيش الاحتلال يقوم بعملية الإنزال وقواته على بعد أمتار من غلاف غزة بمعنى أن غلاف غزة لا يبعد كثيرا أبعد نقطة عن حدود غلاف غزة تتواجد فيها قوات الاحتلال هي منطقة بني سيلا تبعد عن حدود غلاف غزة ثلاثة إلى ثلاثة ونصف كيلو متر وبالتالي لا يتطلب ذلك إنزال جوي لوحدات موجودة في هذه المنطقة إذا ما افترضنا أن القوات الإسرائيلية موجودة في غرب خان يونس بمعنى أنها قريبة من شواطئ البحر على غرب خان يونس هذه المنطقة تبعد عن غلاف غزة ستة كيلو متر لأن أصلا قطاع غزة لا يوجد فيه عمق استراتيجي جغرافي لأن المنطقة كلها ضيقة وشكل الجغرافي لقطاع غزة هو شكل طولي وبالتالي عندما تضطر القوات لإنزال جوي لإنزال لوجستي لقطاعاتها جويا بطائرات سيوان ثيرتي نعرف تماما أن هذا مؤشر أن القوات لا يمكن لها ولا تستطيع تزويد نفسها بالعمليات التزويد البرية بسبب مخاوف من قطع خطوط الإمداد أو مخاوف من استهداف قوافل التزويد كما حصل في الشمال عندما تم استهداف أحد شاحنات الذخيرة المتقدمة برا من الشمال باتجاه مناطق جبالي وبالتالي لا يريدون قوات الاحتلال تكرار التجربة لذلك قامت بالاستعاذ عن عملية التزويد البري بعملية تزويد جوي هذا مجمل العمليات بالمحصلة بعد هذا الكم الهائل من العمليات العسكرية والخسار التي تعرض لها قوات الاحتلال في اليوم 130 لا نريد أن نغفل أن هناك صفيح ساخن يشتعل شيئا فشيئا ولا يجب أن نغفل عنه وهو الضفة الغربية الخليل حدث فيها عمليتين في أقل من أسبوع أحدهم عملية تسلل والأخرى عملية قتل لجنود إسرائيليين مخيم بلاطة يشتعل نابلس هناك في أعمليات طول كرم يوم أمس تم اقتحامها جنين أيضا تتحرك وبالتالي جبهة الضفة الغربية لا يجب أن يتم إغفالها وقد يفسر ذلك قيام قوات الاحتلال بالدفع بوحدة نخبة من قوات الاحتلال ووحدة الدفتة فان سحبها من قطاع غزة وأرسلها إلى الضفة الغربية تحسبا لاشتعال الضفة الغربية وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال في وضع لا تحسد عليه الضفة الغربية تشتعل خسائر كبيرة في قطاع غزة والعمليات في اليوم 103 أيام والحدود الشمالية من الأراضي المحتلة مع جنوب لبنان تتحرك ونسمع تصريحات عديدة من تبلغيين يوم بتقول لك هذه الجبهة قد تشتعل فأي لحظة والوضع بات أكثر سخونة ومرشح للتفاعل أكثر هذا الرئيس زيش الاحتلال نعم رئيس الأركان اليوم تكلم عن هذا الأشيء وحتى نكون موضوعين في الطرح وفي التحليل الجانب الإسرائيلي يدفع باتجاه إطالة أمد العمليات وبالتحديد الحكومة المصغرة حكومة الحرب تدفع باتجاه إطالة أمد العمليات هي تريد بعض أقطاب هذه الحكومة المصغرة يريد تقديم خدمة لنتنياهو لإطالة أمد العمليات حتى يضمن بقاؤه في الحالة السياسية الإسرائيلية لأن إطالة أمد العمليات يخدم نتنياهو بالدرجة الأولى ولكن هل يخدم الجيش الإسرائيلي؟ أنا أعتقد أنه لا يخدم الجيش الإسرائيلي موضوع اشتعان الجبهة الشمالية والجنوبية الشمالية من الأراضي المحتلة والجنوبية مع أراضي لبنان أود أن أكرر ما تكلمت فيه من نظر البلد أن قرار الحرب في هذه المنطقة ليس بيد إسرائيل وليس بيد حزب الله القرار في هذه المنطقة بيد الجانب الأمريكي من جانب إسرائيل وبيد إيران من جانب حزب الله وبالتالي هناك على ما يبدو توافقات ضمنية من تحت الطاولة بين الطرفين على عدم توسيع دائرة الصراع في المنطقة لكن يبدو أن يوآف قلنت وزير الدفاع يريد تقديم خدمة لنتنياهو بإشعال منطقة الشمالية حتى يجر المنطقة أو يجر إسرائيل إلى حرب أطول قد تخدم السياسيين في الاتراف وتجر المنطقة إلى حرب إقليمية فعل ذلك لكن في ذات الإطار وأريد أن أسمع منك تحليل أخيرا الأرقام المسمحة بدقيقة أرقام الخسائر اليوم تكلم الجانب الإسرائيل لإعلان عن 35 جندي بينهم ضابط قتلى لم يدرج هذا الرقم في أرقام وزارة الدفاع لأنه بالعادة من خلال متابعاتنا لأرقام الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الإسرائيلية هو يدرج كل 24 ساعة وبالتالي الأرقام اليوم تثبت ما تكلمنا فيه أمس الأرقام اليوم تشير ومن أرقام رسمية من مواقع وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الرقم 527 قتيل منذ بدء العملية العسكرية 192 قتيل منذ بدء العملية البرية يوم أمس كان الرقم 522 وتكلمنا فيه يوم أمس أصلا وكان 188 منذ بدء العملية البرية إذن خمس أرقام أو خمس إصابات ارتفعت وخمس قتلى ارتفع الآن حتى نثبت الأرقام ونثبت كلامنا نتوقع غدا أن نضيف خمسة قتلى للعملية البرية منذ بدء العملية العسكرية وخمسة منذ بدء العملية البرية وبالتالي أرقام غدا أتوقع أن تكون 532 قتيل منذ بدء العملية العسكرية و 167 قتيل منذ بدء العملية البرية السبب في وضعي لهذه الأرقام لأننا تكلمنا يوم أمس أن هناك رتابة في الأرقام هذه الرتابة يبدو أنه لم يتنبه لها الجانب الإسرائيلي وتشير صراحة إلى أن هناك عامل مكافئ يستخدم يسقط على هذه الأرقام حتى لا تنفلت هذه الأرقام باتجاهات المواقع الصحافة الإسرائيلية أو اكتشاف هذه الأرقام الحقيقية الضخمة من قبل الشارع الإسرائيلي دعا شكرا كل شكر للخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد على وجدك معناه شكرا كل شكر